مجلس النواب مجريات جلسة النواب في سياق التقرير التالي بعد جلسة الأسبوع الماضي التي اتسمت بسخونة ملفاتها جاءت الاقتراحات برغبة لتلطف أجواء الجلسة اليوم حيث سيطرت وبقوة على أجندتها فمساحة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية تتسع لكل هذه الاقتراحات برغبة فمنها ما هو واقع ملموس ومنها ما زال قيد الدراسة الحكومة من ممثلة في الوزارات المعنية لا تألو جهدا في الوقت المناسب المحدد دستوريا على رقبات النواب وهو ستة أشهر هناك رقبات متحققة فعلا هناك رقبات بإمكان الحكومة تحقيقها هناك رقبات التي تدخل ربما في نطاق برنامج عمل الحكومة هناك تعاون بين الحكومة وبين مجلس النواب على تنفيذ هذه المقترحات خاصة المقترحات التي كانت أصلا جاية من صلب برنامج الحكومة كان هناك في تجاوب وبعض هذه المقترحات كان عليها هناك تنفيذ وبعض المقترحات التي أعتقد لحد الأم ما صعبت هذه التنفيذ تحتاج حق مزانيات وفي بند المشاريع بقوانين نقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة في شأن الكهرباء والماء وقرر إعادته إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة قصد من هذه المادة والتشدد فيها هي حماية أرواح الناس وأنت تعرفون أغلب الحرائج نسبة كبيرة في 2016 و54 حريجة نتيجة تماس كهربائي نحن حاولنا بقدر المكان أن نخلي القانون يكون وقاية قبل أن يكون حق عقابي المجلس وافق على معظم الاقتراحات برغبة ومن أبرزها إنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي وتحويل بورصة البحرين إلى شركة مساهمة وقرر المجلس إحالة الاقتراحات برغبة إلى الحكومة الموقرة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر